تتابع وزارة الخارجية واجهزة الدولة المعنية باهتمام شديد على مدار الساعة موقف المصريين الستة الذين تم احتجازهم في أحد مراكز الهجرة غير الشرعية في غرب ليبيا والذي لا يخضع لسلطات ليبيا وقد توصلت السفارة المصرية في ترابلوس مع الجهات المعنية الليبية للتدخل من أجل إطلاق صراح المواطنين وكذ استقبال قطاع القنصلي بوزارة الخارجية ذوي المواطنين أكثر من مرة خلال الأيام الماضية لمتابعة حالة المواطنين والعمل على الإفراج عنهم في ظل الأولوية القصوى التي توليها الوزارة لأبناء مصر بالخارج